وعادة كهربا لعب الاهلي الغائب منذ أكثر من سبعة أشهر يقود فريقه لنهائي كأس مصر راهن مرسل كولا الرهان خطير على كهربا اليوم أمام سموحة وكسب الرهان أمام الجميع ما كانش متوقع يلعب كهربا أساسي وهو غايب عن المباريات الأكثر من 200 يوم الطبيعي أنه يدخل المباريات وحدة وحدة لكن كولر كان ليه رأي آخر وأشركه أساسيا وكهربا كان على قد المسئولية وقدر يصنع مرتين ويسجل مرة في فوز الأهلي بسلسية على سموحة ورغم تقلق كهربا في مركز المهاجم إلا أن الأهلي بيستعد خلال ساعات أنه يعلن عن مهاجمه الأجنبي الجديد يا طرى مين؟ هقول لكم يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النادي الأهلي إلى نهاية كأس مصر عن الموسم الماضي لملاقات بيرامد هذه المواجهة اللي كان مقرر لها 3 فبراير القادم إن شاء الله لكنها تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى حتى هذه اللحظة بسبب مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وأولى مبارياته يوم 1 فبراير أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية النهاردة الأهلي فاز في الشوت الأول خلص المباراة في الشوت الأول 3 أهداف في 36 ديها خلصت الحكاية بدري بدري النادي الأهلي النهاردة مرسي كولر تحديدا فجئنا جميعا بمشاركة كهرباء أساسيا في هذه المواجهة إحنا كنا عارفين بعد ما اتحاد الكرة أرسل خطابه للنادي الأهلي بحقية مشاركة كهرباء في المباراة مع النادي الأهلي بعد انتهاء فترة إقافه إن كهرباء ممكن يخش قائمة المباراة ممكن يخش التشكيلة الاحتياطية لهذه المواجهة بس إنه يشارك أساسيا في هذه المواجهة بعد غياب عن المباريات لأكتر من سبعة أشهر ده كان حاجة مش منطقية ومش متصورة ولا حتى حتى على الورق صحيح فكرة صحيح يعني ريال مدريد ريال مدريد لو عنده لاعب كبير غايب بقاله سبعة شهور مش هيخليه يلعب طيب مرسك كولر قال لك أنا شايف كهرباء بيتمران كويس أنا شايف كهرباء في المباريات الودية بيقدي كويس طب ده كافي يا عم كولر آه أنا شايف إنه كافي يا فندم ده رهان كبير ده رهان كبير هتشين مسؤوليته يعني خب بالك من جانب آخر سلبي يعني لو الأهلي خسر النهارده المباراة أو ما قدمش مباراة جيدة كان اللي هيشيل الليلة كلها مرسك كولر ده إزاي بتلاقي بكهرباء إزاي ومين اللي قال لك تعمل كده وبأي منطق وكلنا كنا هنطلع نقول كده كلنا بدون استثناء جماهير ومحللين ومقدمين كل شيء تمام عشان كده كولر لو كان الأهلي خسر كان هيشيل مسؤولية كاملة النهارده الأهلي كسب وكهرباء اللي كسبوا فمارسك كولر ياخد كل الكريدت كل الإشادة على اللي عملوا النهارده رهان في منتهى الصعوبة والخطورة خدوا مارسك كولر وكسبوا باكتساح ليه؟ كهرباء عمل جولين وجاب جول التالت هدف سجلهم الأهلي النهارده كهرباء مشارك فيهم كهرباء مشارك فيهم أحمد عبدالقادر هدف أول حمد فتحي هدف تاني وكهرباء الهدف التاني الهدفين الأول والتاني اللي صنعهم برضو كهرباء بصوا بقى في حكاية كهرباء عادة اللي زي كهرباء اللعب اللي زي كهرباء الناس الجماهير الموضوع بتاع كده هنا وكده هنا وانا اصلا اللعب بتاعي واصل كهرباء اللي مش عارف ايه أنا بصراحة شخصيا ببص اللعب الكورة لعب كورة ماليش دعوة بالدواخل والخوارج والحاجات اللي بتتقال ديت الحمد لله يعني هنا في البرنامج عمرنا متطرقنا للمشاكل اللي الناس بتبقى نفسها تسمعها بصراحة او بعض الناس هلأنا عايزين نتكلم كورة كهرباء لعب جيد اه طبعا كهرباء لعب جيد كهرباء لعب موهوب اه طبعا لعب موهوب كهرباء خسرناه في الكورة المصرية طوال الفترة الماضية اه طبعا خسرناه مين بقى ليه حق ومين هياخده ومين هياخده والغرامة اللي مستحقة ناتي الزمالكة هي مستحقة طبعا واكيد كده هتدفع والتفاصيل الكثيرة دي مش هي اللي انا هقف عندها الزمالك كان صحي الاهلي كان صحي كهرباء نفسه غلطان غلط كبير كل ده انا حطه على جنب ماليش دعوة بيه انا ليه دعوة بيه ده موهبة في الكورة المصرية خسرناه خسرناه بقى بسبب وهو بسبب ظروف خارجية بسبب 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 خسرناه الفترة الماضية موهوب موهوب في التحرق بالكورة موهوب في التهديف موهوب في التصويم موهوب برجل اليمين والشمال موهوب في المهارات الفردية موهوب خسارة النهاردة انا بفرج عليه عمال اقول يا ناس يا ناس هو احنا عندنا كم موهبة زي كهرباء ولما بقول يا ناس ممكن يا ناس كلها تبقى عيدة على كهرباء يعني كهرباء هو اللي يبقى مسؤول على كل اللي حصل قبل كده عشان بس وانت بتفرج علي ما تقوليش اه انت عملت اقول يا ناس دي عيدة على فلان ولا عيدة على علان ولا الهوى ممكن يبقى كهرباء نفسه هو اللي قصر بس كنا خسرانين وهو خسران طبعا هو اكيد اكتر واحد خسران اكيد خسران عدم لعب وخسران جرامات وخسران خسران حجاجة لعب موهوب لعب موهوب النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا المفاجأة بالنسبة لي ان كهرباء النهاردة كان نازل ياكل النجيلة اللي هو انا هتقلق يعني هتقلق يعني حتى المجهود البدن اللي عمله كهرباء اعتقد انه اكتر كمان من الطبيعي في الفترة اللي يعيب فيها لحد ما خرج اكتر من الطبيعي حب انا اللعيب لما يبقى جعان وينزل ياكل النجيلة ده عمله كهرباء النهاردة والميزة اللي خلي الكهرباء يشارك النهاردة اللي هي عيب طبعا بالنسبة للمارس الكولر يعني انه كهرباء المركز اللي لايب فيه النهاردة كمهاجم مارس الكولر بيعاني فيه مع كامل الاحترام لكل المهاجمين في النادي الاهلي او اللي جربوا يلعبوا في هذا المركز ولا واحد فيهم ادى المارس الكولر امارة انه ممكن يبقى هو المهاجم الاساسي للنادي الاهلي عشان كده كهربا جاي من بعيد اوي وهو اللي خاد النهاردة يعني مثل مش جاي من بعيد اوي ففيه اصابات كتيرة في مركز المهاجم في النادي الاهلي فاتطر يلعب بكهربا اتطر لا ده اختاره على مهاجمين جاهزين انا بهني كهربا بصراحة بهني النادي الاهلي النهاردة بفوزه اتمنى المشكلة تخلص باي شكل ما معرفش ايه هو الشكل معرفش مش اللي هو جاهل بالمعلومات لا معرفش ازاي ممكن تخلص مين هيدفع الغرامة كربا يتحملها الاهلي هيتحملها المحكمة هيبقى ليها المحكمة الهضية ليها شأن معرفش الامور دي بتمشي ازاي او هتمشي ازاي فيها صلح خير ولما بقول صلح انا برضو بحاول ايه ااكد على كلامي لما بقول صلح الصلح ده ان كل واحد ياخد حق كل واحد ياخد حقه بس الاهم بالنسبة لي ان الكهربا يلعب لاعب كرة مصري يلعب ده لاعب منتخب ده لاعب منتخب مصر خسرانين راجل بتقدم بيه له عمر خسرانين يعني وهو اكيد زي ما قلت لكم الخاسر الأكبر الأكبر هنشوف الأهداف أول هدف سجيله أحمد عبدالقادر من خطأ كبير من الهاني سليمان وهحكي له حكاية الهاني سليمان بس لما نشوف الأهداف ده الهدف أول أمان حضراتكم أحمد عبدالقادر وبع كده حمد فتحي سجل الهدف الثاني في الديئة 11 بخطأ آخر من الهاني سليمان ثم بنفسه محمود عبدالقادر المتغربة سجل الهدف الثالث في الديئة 36 بس طبعا في الديئة 15 كان خرج الهاني سليمان بعد الخطئين اللي وراء بعض ده كان في عمر صلاح الهدف الثالث اللي سجله كهرباء بنفسه كان بيفكر يالي عتشرته بعد كده ايه اللي حقي نفسه ليه بقى اللي حقي نفسه وقت تنبيعات كتير اوه من النادي الاهلي بالانتزام يعني ده هدف سام حسن الوحيد من ضربة جزاء لصالح سموحة في الديئة التانية من الوقت المحتسب بدلا من الضعف هذه المواجهة الهاني سليمان انا بتعامل مع الهاني سليمان انه حارس كبير وهو حارس كبير وراء حارس كبير في العمر حارس كبير في الخبرات حارس كبير في الامكانيات وانا عادة تحديدا في حراس المرمة ما بحبش ابالغ اوأس النهاردة كان فيه خطئين فادحين للهاني سليمان وخرج بعد 15 ياخد بالك دي اسرع مرة خرج فيها الهاني سليمان من مباراة في مسيرته في مسيرته اللي قبلها كان في ديئة 27 امام الانتاج الحاربة تقريبا الموسم المقابلة الماضي تقريبا 27 وكان للإصابة النهاردة بيخرج لأسباب فنية انه هو ما كانتشف مستوية في ديئة 15 فهو حادث كبير تاريخه جيد فكرة خلل واضح جدا في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي خلل كبير وواضح كل اللاعبين عشان لو سمنا واحد ولا اتنين فهنقول اغلبية اللاعبين خلل يا جماعة التواصل الاجتماعي كونك لاعب فانت أصبحت شخصية عامة فانت أصبحت مسؤول عن كل حرف بتكتبه كل صورة بتنزلها كل فكرة كل حاجة انت مش شخص عادي فأي حتة في العالم فأي مكان في العالم اللاعبين بيبقى ليهم مستشارين اعلاميين ليهم شركات متخصصة ادارة الحسابات الرسمية بتاعتهم ليهم ناس بيساعدوهم في ده مش تسحى منهم زيك زي اللي هو ايه انا عايزة هزر انا عايزة ناكف حد انا عايزة حط صورة وانا مش عارف بعمل ايه انا عايزة مفيش الكلام ده كل حاجة محسوبة لاني السليمان مبارح بينازل صورته وهو في الاتحاد ونايم وبيقول مش عارف انا انقرر القصة دي المهم حاجة استفزت الجماهير طيب لما استفزت الجماهير هو نفسه خرج من تركيزه هو اللي خسر هو اللي خسر وازاي اصلا لاعب قبل المباراة بيوم مباراة مهمة في نصف نهاية كاس مصر داخل بيتكلم مع جميل او بينكش الجماهير في السوشال ميديا ازاي ازاي على فكرة مش بتكلم على الهاني السليمان وبس والله اغلبية اللاعبين المصريين خلل وتلاقي النادي الاهلي يحز اللاعبين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مش عارف ايه نادي الزمالك يغرم لعبيه عشان مش عارف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر صور عاملة ايه النادي الاسماعيلي يعاقب لعبه مش عارف فيه ده ما ينفعش واحنا في 2023 لعيبة كبيرة فأنديا كبيرة مش قادرة تفهم خطورة خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير صحيح خطر جدا على نفسهم أولا على تركزهم أولا لازم نصيحتي خد بالك هيا مش دعاية اللي هقول ده مش دعاية ولا حاجة بس فيه في مصر حتى في مصر مش في العالم في مصر الشركات متخصصة في هذا الشأن روحوا انتوا كلعيبة روحوا وشوفوا الشركات ده تتحقنوا معاها قولوا لهم ندير حساباتنا ازاي دروهان انتوا بمعايير معينة بغايدلاينز معينة بتفاصيل معينة بس مش تسحى من النوم زيك زي أي مواطن عادي داخل بتعمل أي حاجة ما ينفعش انت الحرف اللي بتقوله مؤثر الصورة اللي بتحطها مؤثر لما تحط ستوري على الانستجرام وتحط عليها أغنية فكلمات الأغنية ديت لها دلالات ومعاني فممكن الناس تأخذ شوف تفاصيل تفاصيل انت منزل صورتك وانت بتتحك وفريقك خسران لأ اتنزلها وانت زعلان لأ ما تنزلش الصورة دلوقتي لأ ما تحطش فيديو مش عارف ايه كل ده انت ممكن كشخص ما عندكش الوعي الكافي انك تعمله بروح شوف حد متخصص هو اللي يعمله مش كلنا نبقى شطرين في ده عادي مش عيب يعني مشكلة كبيرة ضخمة كبيرة والناس فاكرة انها عادية لا مش عادية يعني حراك لما تخش تصير الجماهير بصورة بكلمة ببوست بتويت بستوري عن استجرام كل ده يعمل مشكلة ما تقولش يا اصلا ايه انا اتكلمت مرة مع بعض اللاعبين واحد يعني منهم قال لي وهما مالهم ده ده الاكاونت بتاعي ده الحساب الشخصي بتاعي هو مالهم مالهم ما هو انت اصلا انت شخصية عامة انت مش شخص عادي انت ايه حاجة بتعملها مؤسرة يقول لا بس المهدنة عامله على حسابي مش على حساب مش عارف مين ما هو انت على حسابك ده حسابك ده حاجة مؤسرة حاجة مؤسرة في الناس هو انت ليه عندك فل ورز كتير ملايين من الناس عشان انت مؤسر مؤسر ليه عشان انت نجم نجم في ايه في الكورة وبس مش لازم تبقى نجم في حياتها التانية ولو حتى عايز تبقى نجم في حياتها التانية اعملها بحساب انتوا بتشوفوا مثلا كريسيا ونالدو كل صورة وكلمة بحساب ميسي كل صورة وكلمة بحساب اي لاعب في الدولة الانجليزية في الدول الأسباني في الدول الإطالي في الدوليات الكبيرة أو حتى الدوليات الصغيرة كل حاجة بحسابه هو مش لوم على الهاني سليمان بس هو لوم على الأغلبية العظمة من اللي بيشتغلوا في الكرة في مصر مش بس لعبين لعبين ومدربين وإدارات وخلافهم نايس بتسحى من النوم يقول لكي أنا أخش بقى أكتب بوست هاكيد في مش عارف مين وهعمل قصف جبهة اللي لقى الجماهير يعملولي شير ولايكس ومش عارف إيه لا يا فندم لا يا فندم هلاك مسؤول مسؤول بقى مسؤول اللي هو إداري أو لاعب أو مدرب كل دول مسؤولين أي حرف بتقوله انت مش مشجع انت مش مشجع فدي نقطة قلت بالمناسبة أسرها في في إطار الحديث عن ما حدث من الهاني سليمان أكتر واحد تأثر مين النهاردة هو نفسه قبل ما يأثر على غيره هو نفسه تأثر للنهاردة مباراة مش هينساها طبعا أكيد مش هينساها طيب ده الهاني سليمان كهربا لأول مرة من 241 يوم بالضبط تحديدا منذ مباراة هاتاي سبور أمام جريسون سبور في الدورة التركي أثناء فترة نشوف عمل إيه كهربا خلال هذه الفترة كهربا يعود للزهور مع النادي الأهلي لأول مرة منذ 241 يوما وتحديدا منذ مباراة هاتاي سبور أمام جريسون سبور في الدورة التركي أثناء فترة عارته آخر زهور لمحمود عبد المنعم كهربا مع الاهلي كان أمام جند مريم النيجيري في الدور التمييد لدوري أبطال أفريقيا تحديدا منذ 451 يوما دي أرقام كهربا ضد اسموحة لعب 162 سجل هدف صنع 2 أربع تزديدات تميلاته الصحيحة أربعة من تمانية أرقام تحديدا على مستوى التسجيل والصناعة أرقام عظيمة جدا مرسل كولر تحدث عن الأهلي وعن كهربا تحديدا بعد هذه المباراة وقال إن كهربا قدم أداء ممتاز جدا وساهم فيه تقدمنا فيه الشوت الأول والتزم بالتعليمات الفنية اللي قدمناها ليه وقال إنه كان على قدر المسئولية اليوم قال كمان لدينا مزيد من الوقت حتى نهاية الشهر للتعاقد مع مهاجم وقال إنه هو اختار خلاص المهاجم بالفعل وهناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي قال كمان إن الجميع يعلم أن المفاوضات بتكون مرهقة جدا سواء مع اللاعب أو موافقة نادية والطلبات المادية لكنه واصف من ضم مهاجم قبل نهاية سوق الانتقالات والأهم قبل نهاية كأس العالم للأندية قال إن اللاعبين الجدد انضموا للأهلي منذ وقت قصير جدا ولكن نغم ذلك طبقوا الكثير من طلباته منها طلباته اللي طلبها منهم وقال إنهما بيحتاجوا لمزيد من الوقت للتأقلم على طريقة لعب النادي الأهلي قال كمان إن سناء أحمد كوكا ومصطفى سعد شعروا بالأحباط بعد المباراة عشان ما شاركوش لكن بطلب منهم إنهم يزبروا أكتر ويحصلوا على الفرصة وقال إنهما شباب بيحتاجوا لمزيد من الخبرات قال كمان إن حمدي فتحي دخل فيه ثلاثة التحامات قوية جدا وما أقدر شحكم على موقفه من مواجهة الزمالك قبل فحصه غدا وقال إنه هو لعب مهم جدا ويتمنى تواجده أمام نادي الزمالك محمد عبد المنعيم هيشارك فيه التدريبات غدا ده على السيد مارسل كورر وقال إنه أنا هو مهتم جدا إنه يشوفه بكرة عشان يحكم على موقفه من مواجهة نادي الزمالك كابتن طارق العشري بعد المباراة قال إن المباراة خلست في العشر دقائق الأولى بعد الأخطاء اللي عملها الهاني سليمان وقال إنه وصعب ترجع قدام النادي الأهلي بسيناريو زي دوت في المباراة حاسمة زي دي تحدث كمان عن مستقبله مع السموحة وقال أنتوا عارفين اللوايح الجديدة اللي تمنع إن أنا أستقيل من نادي السموحة عشان مش عارف أضرب فريق تاني وقال لو سموحة المشكلة في أنا أنا جاهز إن أنا أمشي في أي وقت ده يأتي يأتي في نفس التوقيت اللي رئيس نادي قال فيه رئيس نادي اسموحة قال فيه إنه ممكن ياخد خطوات مهمة خلال الفترة القليلة القادمة وقال كمان اللي قاله قبل كده معنا هنا على الهاتف إنه ما كانش عايز يتعايد مع زياد طارق عشان عنده لعبين شبه في مكانه وقال كمان إنه ما كانش عايز يسيب خالد عبد الفتاح قال كمان إن حسام حسن بيحاول تعويض فترته الصعبة مع الأهلي خلال تواجده مع فريق السموحة تحدث كمان عن محمود شبانة وقال إن عقد عارض محمود شبانة ينص على عودته إلى الزمالك في يناير إذا أراد نادي الزمالك هذا ولكن بعد تواصلي مع رئيس نادي الزمالك وشرح له صعوبة الموقف وعدني بالتحدث مع فريرة وأقنعه بترك اللاعب لنهاية الموسم ده الوضع في التصريحات ما بعد هذه المواجهة مواجهة الأهلي والزمالك السبت القادم في قمة الدوري المصر ساعة تمانية ونصف مساء الأهلي في حالة معنوية رائعة جدا وكبيرة جدا على العكس بالنسبة لنادي الزمالك لكن المؤكد المؤكد بالنسبة لهذه المواجهة مواجهة الأهلي والزمالك إن ملهاش حسابات خالص هتقول لها كريم الأهلي متصدر دوري وصل نهاية كاس مصر والأمور بالنسبة له كويسة هقول لك ملهاش حسابات هتقول لها سلو الزمالك في حالة معنوية صعبة وفي نتائج سلبية في الفترة الأخيرة وخروج من كاس مصر هقول لك ملهاش حسابات اتعلمنا كده من مبارات الأهلي والزمالك وحضرتك شفت وانا شفت وكلنا شفنا تبقى الأهلي في أحسن أحواله يخش المباراة يخسر الزمالك في أحسن أحواله يخش المباراة يخسر والعكس صحيح ملهاش مقاييس إطلاقا مهدرش أقول لك من النهاردة بص بالمنظر كده الأهلي كاسبان بقى يوم السبت المباراة طب بص أقول لك حاجة الزمالك عشان النتائج السببية في الفترة أخيرة فيبعده حافز أكبر فالزمالك هو اللي يجسب المباراة تدارش تقول لأي حاجة تدارش في مرات الأهلي والزمالك ملهاش حسابات إطلاقا إطلاقا خالص يعني الأهلي بالمناسبة دي يعني بيكسف مفاوضاته من أجل حسم التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب نادي جونيكا هنداي الكوري الجنوبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجرية بعد موافقة مرسل كولر تعالوا أقول لكم شوية أرقام أو شوية حقائق عن هذا اللعب مسيرة جوستافو مهاجم الأهلي المحتمل موليد عام 1994 عام 28 سنة ظهر مع نادي كريكيوما البرازيلي في عام 2015 قبل أن يخرج للعديد من الإعراض نحو ريسندي وتبارو في الدوري البرازيلي وناسيونال البرتغالي حتى عام 2017 تم بيعه بعد ذلك إلى كورونسيانز البرازيلي واحد من الأندية الكبيرة في البرازيل في عام 2017 قبل أن يخرج معارن إلى بهايا ثم جياس ثم فورتاليزا وأخيرا انترنسيونال في الدوري البرازيلي حتى عام 2020 وبعد ذلك انتقل إلى صفوف فريقه الحالي جون بوك هنداي الكوري الجنوبي عام 2020 واستمر معه حتى الآن إذن أن عقده مستمر إلى عام 2024 وده أكتر فريق هو بيعمل معه أرقام معقولة جدا بخلاب ذلك مسيرته كان فيها بعض الحاجات اللي أقول لكم عليها بس لما نشوف أرقامه لعب 243 مباراة في المجمل سجل 80 هدف وصنع 21 هدف أرقام جزافو فقط في الموسم الماضي لعب 43 مباراة سجل 12 وصنع خمس أهدف طيب أنا بقى أقلق شوية ده اللعب أهدفه حلوة لما تشوف فيديوهاته جميلة أنا بس بيبقى أقلقي اللعب اللي انتقالاته كثيرة في فترة قليلة انتقالات كثيرة جدا بس مع فريق كوري آخر فريق بيشتغل معه دلوقتي هو ماشي بشكل كويس أرقامه معقولة جدا بعد شو هيبقى مع محمد جمال ويتكلم عنه تفصيلا كمان فنيا وأهميته لو الأهلي ضموا بشكل رسمي لعب برازيلي آخر مع النادي الأهلي هيبقى موجود ربما ربما يبقى هو المهاجم للأهلي بيدور عليه علما وإن جمال قبل ما ادخل على هوا قال إن فيه اتنين كمان الأهلي بيفكر فيهم هيقول لنا عليهم جمال لما يخش معايا بعد شوية يعني الأهلي بيشتغل في ثلاث لعابين حتى هذه اللحظة في مركز المهاجم منهم واحد برازيلي اللي قدت بحباتكم عليه دلوقتي نروح لنادي الزمالك ومسؤوله نادي الزمالك هيعمله اجتماع مهم جدا مع ملاك نادي بيرامدز المتواجدين في مصر حاليا عشان موضوع عبدالله السعيد الزمالك خلص خد قرار هنجيب عبدالله السعيد بس طبعا ده قرار نادي الزمالك قرار بيرامدز ايه ده اللي هيحصل أو هنعرفه فيه الاجتماع اللي عامله مسؤولي نادي الزمالك بملاك بيرامدز الحسم هذه الصفقة المؤكد إن عبدالله السعيد رغبته الانتقال لنادي الزمالك ده مؤكد عبدالله عايز روح نادي الزمالك بس بالتأكيد نادي الزمالك يريد وعبدالله يريد والقرار الأول والأخير هيكون عند بيرامدز حتى هذه اللحظة لسه مداش قراره جزراله فريرة المدير الفني نادي الزمالك عمل جلسة مع اللاعبين قبل مران السلساء قال لهم إن فيه تأثير من بعض اللاعبين وهدد باستبعاد اللاعبين المقصرين وقال إنه هيعتمد بس على اللاعبين اللي بتدي بشكل قوي جدا وهيستبعد المقصرين كمان فريرة طالب اللاعبين بالتركيز بشكل أكبر وقال لها هيكون هناك رد فعل قوي من جانبه يكشر عن أنيابه في الراحة مضرب قوي جدا يكشر عن أنيابه بصراحة وانا أقول الحال لكم كلام ده بارح لأ يبدو إنه فيه تقصير واضح من كثير من اللاعبين بصراحة يعني حقاقا للحق اللاعبين دول اللي كانوا رجالة جدا الموسم الماضي اللي عملوا موسم ملحمي الموسم الماضي اللي عابي نادي الزمالك في المباريات الأخيرة فيه تقصير بصراحة لأ معنا دايما تتقال وهم فوق نقول عليهم فوق ونديهم حقهم وزيادة حتتين لما يبقوا مكسرين هنقول بس اللي بيعملوه إنه فيه تقصير وبس وبس طيب منتخبنا الوطني المصري منتخب كرة الياد بيواصل تقدمه بخطوات سابتة في بطولة العالم لكرة الياد المقامة حاليا في بولندا وسويد المنتخب المصري فاز على منتخب الأمريكي في ختام دور المجموعات النهاردة 35-16 يعني تقريبا فرق 19 هو فرق 19 هدف منتخبنا تخطى الدور الأول وتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة بعد ما كسبت ثلاث مباريات في الدور الأول على حساب كرواتيا والمغرب والمنتخب الأمريكي منتخبنا مش بس تأهل بالعلامة الكاملة لا ده كمان قدم مستويات مميزة جدا وفي الثلاث مباريات راح جايزة أفضل لاعب لأبطال منتخبنا أول مباراة طبعا كان علي زين رجل المباراة قدام كرواتيا وفي تاني مباراة أمام المغرب خدها عبد الرحمن حمايد الحارس الرائع لمنتخبنا لكرة اليد وفي تالت مباراة خدها حارس أيضا عظيم جدا هو محمد علي حارس منتخبنا لكرة اليد حاجة تفرح حاجة تخلينا فخرين جدا يعني كالعادة يعني كالعادة منتخب كرة اليد حاجة تفرح حاجة تفرح طبعا اشرح لكم بنهاية الدول الأول كده نكون داخلين على التقيل في الدور الرئيسي هنلعب ثلاث مباريات على الترتيب يوم الخميس اللي جاي 19 يناير هنلعب مع بلجيكا الساعة 7 مساء يوم السبت 21 يناير هنلعب مع البحرين الساعة 4 ونص مساء ويوم لتنين 23 يناير هنواجه الدنمارك الساعة 9 ونص مساء ودي طبعا أصعب المباريات مباريات الدنمارك هي اللي هتحدد كمة المجموعة بنسبة كبيرة عشان هيتأهل من الدور الرئيسي الأول والثاني إلى دور الثمانية مباشرة غالبا هنسعد أول أو تاني يعني لو قدر الله خسرنا من الدنمارك هنسعد لو كسمنا الدنمارك هنسعد أول بس أعتقد أنه احنا لازم نسعد أول عشان الدور اللي جاي بأسهل بالنسبة لنا بشكل كبير ويبقى أفضل في هذه الأمور طيب نروح إلى السويد ونتحدث مع قائد المنظومة دي المنظومة أنا دائما كل يوم أتكلمكم عنها المنظومة الفريدة في الرياضة المصرية منظومة رائعة منظومة كورت اليد المصرية بكل تفاصيلها هي منظومة رائعة ليه؟ أن دائمة النجاح دائمة النجاح نادرا لما تلاقي منظومة كورت اليد في مصر على مستوى كل المنتخبات على مستوى كل المسابقات تمسك فشل أو تعصر صعب صعب منظومة احترافية بشكل رائع جدا والدليل أن إن إحنا إن إحنا بنتعامل مع كأس العالم لكورت اليد أن منتخب مصر ند الأكبر منتخبات في العالم وليل مصر ما تاخدش كأس العالم لكورت اليد في ألعاب أخرى منها كورة القدم إحنا بنخش البطولات دي بغرض التمثيل المشرف لأ مع كورة اليد أنت رايح تاخد بطولة أنت رايح تكسب أجبر منتخبات في العالم زيك زيهم أنت كمان من أكبر المنتخبات اللي في العالم فحاجة تفرح وحاجة تشرف معنا من السويد الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكورة اليد ورئيس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم يا فندم مشرف وننور الله يخليك يا أستاذ كريم نشكر جداً للمقدمة الزميلة دي ده أقل من حقكم بكتير يا فندم أنتو دايماً مفرحيننا ودايماً رفعين رأسنا الفوق بصراح الله يخليك إحنا بأمانة شديدة جداً سعاداء برد الفعل الإعلامي في مصر وسعاداء جداً بكل كلمة بتتقال عنها ويا رب نكون نستحقها فعلاً طبعاً إحنا من جانبنا هنا فرحانين ومنقعد نفرح وننبسط أنتو طبعاً تحت ضغط كبير جداً بطولة عالمية مهمة ومنتخبنا الوطني طموحاته فيها أنا عارف أنها طموحات لآخر نقطة إن شاء الله مضبوط الله يبقى فيك ويعزك أنا بكلمك على الضغوط اللي أنتو فيها دلوقتي وضغط المباريات وضغط الإعلام وضغط الجماهير إن إحنا عندنا طموح إن منتخبنا يوصل لآخر نقطة هل إن شاء الله نحلم ونتمنى إن إحنا نوصل لآخر نقطة؟ شوف أساس كريم إحنا طبعاً لا شك إن إحنا لازلنا في البداية صحيح وطبعاً اللي إحنا وصلنا له إنت اكتلمت عنه في المقدمة دلوقتي إننا حاولنا من البداية يبقى فيه تخطوط واضح لكل المنتخبات رجال وسيدات بحيث إنها المراحل السنية كلها تتلاحق وما يجيش في وقت من الأوقات نحس إن فيه ضرب أو وقع لمنتخب المتقبلات بتاعتنا في المشتقبل اللي جاي صحيح كتبنا الكلام ده مجلس إدارة مقلصين عادوا اشتغلوا أندية اشتغلت مثلنا دونش نغفل دور الأندية المنظومة متكاملة بتتعاون الناتج رجال مقلصين وشباب مصري يعني حاجة تفرح اشتغلنا معاهم وقت خطة ستة من فترة طويلة وحطنا كل التوقعات وطبعا مع القرعة كان في ذهننا كنواتية من البداية إنها العقبة الأتاسية الأولى والحمد للغاية تخطناها لأنها درسنا كل تفاصيل فنية للمنتخب التنواتي والعبنا ونفذنا ولعبنا المقلصين نفذوا كل حرف فيها مع جهاز فني متنويض صحيح باقي المباريات لاحظنا إن إحنا إن كان الجهاز فني كان بيريح بعض اللاعبين عشان المباريات التقيلة جاية لسه يعني سواء في المعشة غاملة للمنتخبات المنتخب المغريد والمنتخب الأمريكي إلا إن كان رأيي المدارب إن إحنا اللاعبين المتنويضين نريحهم على الأساس إن إحنا نتخيرهم وجهودهم بالكترة اللي جاي وبالفعل يعني ده النتيجة وصلنا لها وإحنا وصلنا إلى هدفنا إن إحنا على رأس المجموعة المرحلة الجديدة اللي هي الرئيسية بنلاقي فيها هنلاعب بالزوكا والبحرين والدنمارك وده يجينا ترتيب إحنا طالعين باربع ناط من المرحلة الأولى بفزنة على أمريكا وطبعا يعني إحنا فزنا مبارسين في معهد المغرب كرواتيا طبعا كرواتيا وأمريكا والمغرب فبطالعين باربع ناط كرواتيا وأمريكا طبعا وأمريكا طالعين بالنقطة بتاهم أربع ناط صحية وهنلاعب الفرق الثاني اللي هو اللي قلنا عليها بالزوكا والبحرين والدنمارك صحية في أيام اللي هو القميس والسبت والاثنين إذا نتكسك ذكرت بالزبط نتمنى أنه نحن زودنا تفيد المجموعة ونبقى أول مجموعة قدامنا مطش الشديد اللي هو الدنمارك ده عشان ما ندخلش في تصمواتها مع السويد اللي هو صاحب الأرض فكل شيء المهم إن احنا على المخطط الفعلي نحاول ندرس ونتفهم ونحلل كل خطوة ممكن أن نوصل لها طيب أنا عايز أسنل حضرتك موجود طيب أنا كنت عايز أسنل حضرتك عشان في خلل عندنا في موضوع مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي مواعيد بالتوقيت القاهرة إحنا في وسائل أعلام كلها المواعيد متضربة جدا إحنا إن شاء الله هنلعب ثلاث مباريات مواعيدهم إيه وأيام إيه هو إحنا المباريات الأولى الساعة سبعة اللي جات لنا من الاتحال الدولي ولكن إحنا معطربين إحنا بعثنا إيميل بنعترف فيه على المواعيد دي أنا مش عايز نثبتها دلوقتي لكن ما زكر فيها إنها الساعة سبعة دي مباريات بلجيكا في طوشية القاهرة طبعا وبعدين الساعة ربعة ونص وبعدين انت زرسعة ونص القتيazz إحنا معطردين له يا فندم عن المواعيد أي؟ معطردين له يا فندم يا فندم معطردين له عن المواعيد حراك بشير الحراك بقولين نحن معطردين عن المواعيد ليه معطردين عن المواعيد سيادتك بالنسبة كناها علمية اللاعب يدخل فيه حدث فيه الإيقاع البيولوجي إيقاع البيولوجي إنه يؤدي أفضل أداءاته فيه توقيت المباراء فكل أننا أبقى مختلف مرة تكون أربعة ونص ومرة ساعة سبعة ومرة تتعة ونص ده اختلاف طبعا هم ده بيرجع للموضع عملية البتش التليفزيوني عندهم لكن احنا عملية التدريب دايما المدرب ناجف يعني بيخط تدريبه في نفس توقيت المبارا فده دي نقطة خلل احنا بنعتادهم حتة علمية يجب ان احنا نوحدها على اساس ان احنا قدامنا الفرصة كاملة ان اللاعب بتاعنا بيلعب في نفس توقيت التدريب بتاعه وثابت طبعا احنا العملاء التنظيمية دي راجع للجهة المنظمة وراجع للعوامل الكثيرة جدا منها البتش التليفزيوني لكن احنا بنتعاول ناخد حقنا فيها صحية يا فدم انا بشكر حرارك شكرا جزيلا على هذه المداخلة ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني عندنا امال كبيرة جدا ان احنا نوصل لاخر نقطة ان شاء الله في هذه البطولة دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخبنا الوطني في كأس العالم بشكرك شكرا جزيلا لسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل على شرافة من نورني الصديق العزيز محمد جمال محللنا في رقم عشرة يقول لنا رأيه في مباراة اليوم واداء لعيب النادي الاهلي والنادي الاهلي وايضا سموحة وايكلمنا كمان عن مهاجم النادي الاهلي الجديد المحتمل خليكم يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى شرافنا من نورني كالعادة الصديق العزيز محمد جمال محللنا في رقم عشرة وجاي النهاردة بتحليل حلوة أوي وأخبار مهمة أوي صحيح كده؟ عامل يا جيم اخبارك ايه؟ مبسوط ان انا معك نحن نبدأ بالتحليل أم الأخبار جاي ما تحبك انا معك نبدأ بالأخبار يلا بي نبدأ بالأخبار نبدأ بالكهربا برضو مش طبعا كهربا محور اليوم النهار طبعا طبعا في خطاب جديد بورس الاتحاد الدولة يخص كهربا صحيح ايه بقى تفاصيل الخطاب؟ المحامي علي العباسي المحامي التونسي للاعب محمود عبد المنعم كهربا طبعا نهارده كهربا شارك طبقا لما شرحناه سلفا يعني وقلنا ليه كهربا يشارك؟ ان العقوبة القصوى 6 شهور خاصة ان كهربا تجاوز 28 سنة ودايما اتحاد الدولة حتى لو فيه عقوبة وفيه قطوات تصعيدية من النادي اللي هو في الحالة دي نادي الزمالك بيروح دايما في اتجاه ان اللعيب يلعب وبعدين نشوف قصة المدينيات او الغرامة الموقعة على اللعب نهارده السؤال ماليشها خليتنا قطعك سورة هل دمعنا لانه كهربا مش توقف تاني؟ لا طبعا طبعا عشان بس الكلام يتفهم لا طبعا في مرحلتين المرحلة الاولانية نادي الزمالك قدم طلب للانجلة الانضباط اللي اتحدد لها جلسة عاجلة في 2 فبراير القادم طيب الاحتمالات 50-50 الاقرب الاقرب ان الكهربا ما يتوقفش ليه لان في القرار السابق انه انت عشان توقع تغليز للعقوبة لازم تمر العقوبة القصوى داخل العقوبة العقوبة نفسها جوه فيه عقوبة على اللعيب وعقوبة على النادي افس معاقب بتلت فترات قيد فعشان اعمل تغليز على اللاعب انتظر العقوبة الاقصى داخل العقوبة اللي هي التلت فترات قيد المعمولية على النادي افس اللي ينتهوا مع امريكاة القادم مشارحنا قصة ليه تفصيلا قبل كده طب النهاردة ايه اللي حصل النهاردة المحامي علي العباسي المحامي التونسي المكلف بقضية محمول عبد المانا يم كهربا اصل قطاب مفاده التالي انه اللاعب شرح موقفه المالي شرح قيمة راتبه مع ناديه الحالي النادي الاهلي وانه ما عندوش القدرة وما عندوش اي مصدر مالي وما عندوش اي مدخيل اخرى يقدر يسدد من خلالها الغرامة سواء كانت النص كما نصت عليه العقوبة الاولى او كان الكل كما طلبه طولبة من نادي الزماليك انه يدفع العقوبة كاملة في الحالتين هوا ما عندوش انه يقدر يدفع المبلغ ده وقال ان انا بطقا ده كل مدخيله 15 مليون في السنة تقريبا عشان اقدر اسدد ده وانا راضي تماما متقبل ان انا اقدر اسدد ده فعشان اقدر اسدد انا محتاج خمس سنين راتب حتى لو انا بقيت بنفس العقب او نفس الراتب اللي انا مع ناديه الحالي خاصة ان انا بمتلك تعاقد مع ناديه الحالي متبق فيه اربع سنوات اخرى فهل معنى بيقول انه انا موافق ادفع العقوبة او الغرامة لكن اسطولي اسطولي على خمس سنين بمنتهى البساطة يعني اسطولي على خمس سنين ده مفاد اللي بعته نهاردة رغم انه الراجل شارك لكن طبعا هو اللي عيد مرش علاقة هو المحامي هو اللي بيسر هو اللي بيبعت هو اللي بيعمل كل حاجة الخطاب ده تم الاتفاق عليه منذ ايام وتم ارساله اليوم بعد تضمينه قانونا طبعا وسرده من خلال فقرات قانونية سردها المحامي علي العباسي للاتحاد الدولي قبل ما تنظر لجنة الانضباط في الامر يوم اتنين فبراير ده الرد بتاع اللاعب وارد تقول الالتزام بالحد الأقصى للعقوبة اللي هو ثلاث فترات قيد فبالتالي كهرباء هيقدر يكمل الموسم ومع مهل للحد نهاية الموسم حتى يسدد الغرامة او يوافقه على ما تقدم به بالتضامن ولازم موافقة نادي الزمالك لازم موافقة نادي الزمالك نادي الزمالك ليه غرامة هياخدها هياخدها اي كانت بقى النص الكل عشان منرجعش النقطة القديمة نادي الزمالك ليه غرامة هياخدها لكن اياخدها ازاي وكهرباء هيلعب ولا مش هيلعب هي دي الجيم القانوني اللي شغال دلوقتي لكن في النهاية محمول عبد المانهم الكهرباء لعب اليوم شارك اليوم سجل اليوم ظهر بشكل جيد بدأت الرغبة واضحة تماما عند محمول عبد المانهم الكهرباء انه يستعيد جزء من مما قدمه خلال فترات السباق سواء تحديدة معنادي زمالك او اتحجد او امتقب مصر خبر اخر وهو خبر يخص مهاجم النادي الاهلي الجديد الناس بدأت او بكلم مع جميع النادي الاهلي تسأل هو الاهلي صرف النظر خلاص عن مهاجم جديد الاهلي تأخر عن ضم مهاجم جديد احنا نتكلم فترة انتقاب بدأت في اول الشهر احنا تخطينا نصف الشهر وكاسر عام الاندية خلاص اصبح على الابواب فبدأت الجماهير تقلق شوية وتقولك لا الاهلي يفكر ما يجيبش مهاجم دلوقتي ويجيبو في الصيف هل ده وارد؟ لا مش wadid احتمالته صفر احتمالته صفر الاهلي سيتعاقد مع مهاجم المهاجم ده يكون معا في كاساعة من الاندية قصة مت合 هذا ما وعد به النادي الاهلي وإدارة النادي الاهلي مرسيل كولر في التماع في اليوم التالي لمباراة المصري اكد وأكدت إدارة النادي الاهلي انه النادي الاهلي سيتعاقد مع واحد من الخيارات التلاتة اللي موافق عليهم كولر ثانيا نهار دا كولر في المؤتمر الصحفي قال انا اخترت خلاص أنا قلت أوكي على مين اللي يجي طب إيه الخيارات اللي موجودة قدام كولر وليه الدنيا لسه وقفة أقولك ليه الدنيا لسه وقفة الأول مين الخيارات طيب أهل عنده ثلاث لعبي مواجم أفريقي هو البديل الثالث والأهل متكتم على اسمه هم أحرار في طريقة شغل معه متكتمين على اسمه جدا واحد هو جستافو اللي هنتكلم عليه تفصيلية عن النهاردة اتنين داكسون موليكا لم يخرج من الصورة كما تردد الأهل رفع عرضه رفع عرضه اليوم أمس لجاكسون موليكا ادرب بشيكتاش منتظرة عمالة بتشوف قصة فينسين توابكر هتخلص رسمي لا مش هتخلص رسمي الأمور معقدة لأن فينسين توابكر عليه مستحقات عند نادي النصر فعايز نادي النصر يدينه مستحقاته بالكامل نادي النصر بيتفاوض مع فينسين حتى هذه اللحظة ما أنهاش اتفاقه مع بشيكتاش حتى هذه اللحظة فبشيكتاش عارفة كريم بيبيع بيع غناوة أنا مش عايزة بيع ده كان التصريحات المعلنة لكن على الورق هم قالوا لنادي الأهلي هنبلغك كلام ده أمس بقررنا النهائي خلال 48 ساعة بقررنا النهائي نادي الأهلي رفع عرضه لتلاتة مليون دولار هم عايزين كم هم مش بيتفاوضوا هم في الأول قالوا مش عايزين بعدين قالوا إن احنا في معناه يعني إن الأرقام اللي انتوا عرضين كان الأهلي كان عرض 2 وربع مليون دولار وقالوا إن الأرقام دي يقلب كتير إحنا شارعينه بتلاتة ونصف مليون دولار وده كان الرد يعني في الرد اللي جمع بشيكتاش عنادي الأهلي وإحنا ما بمنويش إن احنا نبيع خلال الفترة الحالية فنادي الأهلي رجع رفع العرض تاني وبعته فقالوا إحنا هنبلغك بردنا النهائي وهنا يقولك إنه في مرونة شوية ده مونيكا ومبدئيا ده الأخر سقفة الأهلي الأهلي مش هيرفع العرض عن كده ده الأخر إما هيبلغوه بالموافقة أو الرفض طيب الأهلي أنها تفاصيل اتفاقه دون توقيع الأهلي من خلال المرسلات مع نادي تشونبوك الكوري وجستافو اللعب البرازيل النادي الأهلي هو اللي طلب مهلا على آخر رقم الطلب الأهلي ما عندوش مشكلة في الرقم ده لأنه هما بيكلموا في 2400 2400000 2.5 مليون دولار اللعب تم الاتفاق معاه على التفاصيل التعاقد أو التفاصيل الشخصية ولكن الأهلي طلب مهلا عشان يرد الأهلي بقى من كواليس من جوه الأهلي ما عندوش مشكلة في الرقم لكن هما ليه طلبوا مهلا عشان يردوا على آخر طلب مالي الطلب من شونبوك اللي هو الـ 2400 أو 2500 سواء يورو أو دولار يعني عشان ينتظروا موقف داكسون موليكا النهائي ده اللي واقف عليه مهاجم النادي الأهلي الأهلي لو داكسون موليكا رد عليهم بشيكتاش غدا أو بعد غد قالوا أوكي داكسون موليكا هو مهاجم النادي الأهلي لو ما تردش الأهلي بالنسبة لجوستافو هو خياره الأبرز وخياره قدام قدام النادي الأهلي دلوقت شايف كده الرؤية كمعطيات إن الرجل ده هو اللي هيكون موجود جوستافو سوزا هو اللي يكون موجود خلال الفترة اللي جاية لان يبدو ان يضرب بشكتاش مش متحمسة اول فكرة البيع لكن قبضت مرونة قولي بقى على جوزافو شايف له لقطات شفت له فيديوهات شايف ان هو ماشي مشواره كويس هيبقى مفيد للنادي الاهلي لو ضمه ولا لا بوسكري دايما وكنا بنتكلم هنا لازم اختيارك يتصق مع احتياجاتك النادي الاهلي محتاج مهاجم المهاجم ده في انواع كتير بروفايلات كتير من المهاجمين الاهلي محتاج مهاجم بيجيد الرأسيات لان ده مشكلة كبيرة عند النادي الاهلي الاهلي محتاج مهاجم بيجيد اللعبة بكلتا القدمين محتاج مهاجم مباشر يعني ايه مهاجم مباشر يعني يا كريم فاكر كان فيه جملة شهيرة اتقلت على برونو سابيو والناس بخذتها شوية بعد كده بمحمل الدعابة انه ما بيفكرش مرتين كانت كلش اقول لك ده العيب ما بيفكرش مرتين وابتلت الناس شوية تتهكم وتشوية بتشيد ببرونو سابيو لكن في النهاية جوستابوس سوزا ما بيفكرش اصل هتقول لي يعني ايه ما بيفكرش اصل جوستابوس سوزا عمل زي اللعيب اللي محتوط جوا سيستم هتجيله هنا يحطه بالطريقة دي هتجيله هنا ونعرض الحالات دلوقتي احنا بنتكلم الراجل محتوط دايما تحركاته جيدة جدا جوا البوكس مطلعش بره البوكس كتير شغله جوا البوكس اكتر جوستابوس سوزا كريم معدلاته معدلاته الافرد عشان ما انتواش الناس في ارقام كتير مساهماته كصناعة كصناعة وتسجيل في اجمال مشاركاته الموفق منها والغير موفق دلوقتي ده بشكل تفصيلي سواء مع جوياس او فورتاليزا قدم موسم جيد مع فورتاليزا وبعدين راح مع انترناسيونال وي كورينثيانس واخيرا مع تشوم بيكوينداي لكن اجمالا الراجل ده كريم لعب 180 مباراة ساهم في 90 هدف كل المشاركات دي ده منتقى البساطة كده عشان امور تبقى ايه يعني تقريبا بنتكلم انه على صعيد الارقام دي على صعيد مشاركاته من وقت صعوده انه هو يلعب على مستوى الدرجة الاولى او الدوريات الممتازة لان الاهداف اللي احنا بنعرضها دولاتيجرافك دي في جزء منه في الممتازبة لانه هو يلعب في فترة من حياته في بداية مشواره في الممتازبة فمشاركاته في الدرجة الاولى تقريبا 180 مباراة سجل وصنع سجل وصنع يعني ساهم في 90 يعني عنده معدل 0.5 في كل جول يعني بيسجل في كل مباراتين هدف او يصنع كريم ده ارقام جوستافو الموسم الماضي 43 سجل في 12 وصنع 5 يعني ساهم في 17 جول وبالمناسبة جوستافو هو هدف دوري ابطال اسيا موسم 2021 بالتساوي مع أولونجا مهاجم المهاجم الكيني ده بصها كريم هنبتلي هنا واحدة واحدة كده الراجل ده بص شايف الستايل اللي هو بيسدد به هو نفس الستايل بيحطها بيمين وبيحطها بالشكل ده بيحطها شمال وبيحطها بالشكل التاني ووريه لك دولاتي في الحالات الرأسيات والخطوات اللي بياخدها سيستم عشان كده قلتلك مهاجم ما بيفكرش أصلا مهاجم لا ما بيفكرش يعني توصد انه بياخد طراءة أخرى ما بيفكرش بالشكل بالشكل الجيد أو بمعناها الجيد يعني مهاجم هو سيستم جوه الجول هتجي من نحايا دي احطاب الطريقة دي هتجي من نحايا دي احطاب الطريقة دي فمهاجم جيد جدا لكنه مهاجم كلاسيكي هتقولي طب مهاجم كلاسيكي يبقى ما عندوش حلول كتير مهاجم كلاسيكي فلافيو. محتاج احمد فليكس. عنده حلول لكن كلها جوه البوكس. عنده حلول لكن كلها جوه البوكس. نمشي. نمشي ركلات الجزاء. شو محتاجينها? هو هتلاقي ركلات الجزاء بتاعته كلها متسجله ورا بعضها. طيب نجيب الحالات بعد كده بص. وده الهدف ده الهدف اللي سجله. وجبناه من شوية. اللي بعده. اللي بعده. اللي بعده. بص كريم. دايما ركز مع بقسه برجليه. واقفنا سواء برجليه. سواء برجليه. سواء برجليه. اليمين او الشمال. دايما بياخدوا الخطوطين قدام المدافع. ودي ميزة عند راس الحربة. تعرف راس الحربة. قاري مصاري الكرة ومتوقعها. ولا لأ. كل اللقطات اللي هجبالك. كرات رأسية. او كرات برجليه اليوم او اليسرى داخل البوكس. دايما عنده الحتة. دي الحتة دي كان عند مين يا آآ كابتن كريم. عن عماد متعب. عماد متعب دايما كان ياخد الخطوطين قبل اي مدافع. عشان كلا عماد متعب كان عنده بيمثل ازمة لكل المدافعين. مش بس لتحركاته في المناطق الخالية من المدافعين. لكن كمان. حتى لو عليه الرقابة ياخد الخطوطين دايما قبل الكرة. كمل. كمل. بصة كريم. دايما الخطو. يلا. اللي بعده. واخد القرار. دايما واخد القرار قبل ما تجيله وكريم. هو واخد القرار. تاني. هيدخل. يكمل. تاني. اللي بعده. الحالة اللي بعدين قرار هو محدد رايح خلاص إذا أفرعي مشين فيحطها في البعيدة بيحطها في دقاء نفس القص فنشر جيد يا كريم بالمناسبة معدلات تسجيله من الفرص المحققة جيد جدا كمل هنا بيسجل باليسرة الانهاء بتاعه باليسرة جيد الانهاء بتاعه باليومنا جيد لكن يبقى تاني بصها كريم واخد القرار ارجع تاني معلش بصها كريم هنا مفضي نفسه تحت لانه بيلعب اتنين مهاجمين بص بص هو مافكرش انا حطها تحت هحطها فوق هعملها ازاي هو سيست هتلاقي الكرة بتجيله هو عارف بيحطها ازاي وبيحطها امتى اللي بعد اللي بعد الحالة اللي بعدين يلا بص خدها بيمينو سيست اللي بعد هو يفكرش كتير خالص ما بيجودش خالص مش تنفى تقول ان ده المهاجم الحبيب خالص مهاجم الكلاسيكي وهرجع واقول لك تاني طبعا دي خطأ من الحرس وهرجع واقول لك تاني يا كريم يبدو يبدو هو مهاجم جيد معدلاته جيدة مهاجم جيد جدا جوه البوكس رأسياته جيدة بيشتغل بريجليل اتنين كويس بص يا كريم دايم الارتقاء هو العيف طويل طبعا 188 سنتي لكن قبل ما بتعرف ممكن تكون عايز تطلع فاصل نا بس اطلع فاصل عايز تقليك سؤال قولي هقول لك حاجة بصراحة قولي انت رأك في محمد شريف بس باختصار مهاجم العيب جيد جدا مهاجم يبدو يبدو ان محمد شريف بيمر لو بتسألني على عليه دلوقتي في ازمة ثقة كبيرة عند محمد شريف محمد شريف قدر بشكل جاي جدا مع بروفايل فرق زي امبي مع بروفايل فرق زي امبي لانه العيب تحرك بشكل ممتاز حلو انا بس انا بس انا بس انا بس كل ده فيديوهات دي في ايه و جربناها كتير و اتفاكي احنا كنا مع بعض حتى سامسون اكي نقول له اللي في عليه كثير من التحفظات و الانتقادات صباح فيديوهاته كانت عظيمة بروفايل نفسه كانت ارقامه و فيديوهاته عظيمة جدا صح وهدفه عظيمة صحيح فبقى لأم الفيديوهات يعني بحس انه ايه و بيبقى شكله برازيلي في الفيديوهات دي صباح اوتو في كام من تسعة بشرط الراجل شرط انه مفيش لعيب يجيله وتعرضوه علي وتبعتولي اقل من 10 ل 15 مباراة متتالية يعني ايه متتالية يا كريم ليه متتالية لان ممكن تجيبلي الراجل ده باخر 3 مواسم مثلا لعب معدل 70 مباراة 80 مباراة فرحت انت مطلع منهم العشر مباراة اللي عملهم حلو قوي ورحت بدهم لي مطلعهم قال لهم لا انا عايز من 10 ل 15 مباراة لكل لاعب لكل لاعب متتاليين علشان ابقى شوفت لعيب 90 ديه ومش في 90 ديه واحدة لا في مباراة متتالية طيب فهو شاف دول وقال علم اوكي خياراته نروح لمباراة الاهلي واسموح النهاردة ومباشرة انا هبدأ بكهرباء كهرباء النهاردة كان الرهان الخطير لمارسل كولر مشاركته اساسيا اكيد رهان صعب جدا لاعب اكتر من سبع شهور ما يلعبش ويلعب النهاردة اساسي فيصنع هدفين ويسجي الهدف الفارق اللي عملوا كهرباء في مباراة اليوم واحد الفنش تقول لك الكواليتي يبدو ان الاهلي مش يبدو مؤكد ان الاهلي عنده ازمة كواليتي في انهاء الهجمات عنده ازمة كواليتي في تحويل الفرص المحققة لاهداف نهاردة كهرباء الغائب بصة كريم دايما تيجي تتكلم على انا قلت لك كلمنا هنا مبارح قلت لك كهرباء جاهز جدا بدنيا طبيا فنيا جيد في التمرير لكن تقدر تحكم على جزء لان الملعب عنده كل شيء اكيد مفتقد حساسية المباراة الراجل بقاله سبع شهور ما بيلعبش لكن تم ابدال الحساسية والكواليتي طبعا دول الخمس حاجات اللي يخلو العيب يقدي بشكل ممتاز كواليتي الموهبة ما بتروحش لكن الراجل مفتقد لحساسية المباراة هذه الحساسية تبدلت بالرغبة اللي كانت عند كهرباء النهاردة فدي خمس عوامل افتقد منهم كهرباء واحد بدلوا بعامل اخر فظهر بالشكل ده لو جاهز معنا الكرة بتاعت الهدف اللي سجلوا كهرباء مش الاساست لاني كان الاساست كان فيهم شوية التوفيق لكان فيهم كانت حركات هنشرحها لكن عايز يشوف الكرة بتاعت الهدف بتاعت الكهرباء واقول لك الكرة دي اتعاملت السنة دي كم مرة يعني جيم فراد صريح بالشكل ده كم مرة السنة دي وتسجل منه كم مرة واقول لك رقم غريب جدا بصة كريم دي بداية الهجمة التحرك لأ طبعا دي بداية الحالات لا ارجع بقى خلينا خلينا نتكلم على الكهرباء في حينو بس خلينا الهدف التالت اه الهدف لا لا انا عايز نشرح نشرح دي ونروح للكهرباء بما ان ده الجاهز ارجع لي دي من اولها لو سمحت من اولها بصة كريم عشان وقف هنا هنمشي دي بالرعة لان اللي بعدين هنجري نفس الشكل بصة كريم الموجة الجديدة واقف بس هنا واقف بصة كريم الموجة الجديدة للنادي الاهلي في مبارياته الاربعة الاخيرة وده اللي عمله كولر بعد التوقف الاهلي متواجد في التلت الاخير ملعب المنافس خاصة في الشوت الاول بست لاعبين على الاقل وراهم حامل حمى مين حامل حمى اليو ديانج ويقول لك ارقام اليو ديانج في مباراة عادية جدا اليو ديانج النادي كان طبعا تقدم مباراة جيدة لكن سموحة ما كانش بالشراسة اللي تهدد اليو ديانج لكن النهار ده هقولك شيء ارقام اليو ديانج والمفاجأة ان هو كان الافضل في كل شيء اليو ديانج ففي ستة وراهم بيحمي ظهرهم دايما اليو ديانج ده الشكل اطلع بقى كمل. كمل الهجمة. كمل الهجمة. ده طبعا الهدف الاول. تحرك من كهربا. لا توفيق من هاني اسليمان. وكمل الجول. هاتل الهجمة اللي بعدي. بص يا كريم. بس وقفين. 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 بص. كامل عيبة كريم. انا انا مجيبتش حاجة. اتنين. اربعة. ستة. ستة. كمل بقى الهجمة. كمل الهجمة. ده الهدف. كهربا. استحواز. باص. تزديدة. لا توفيق من الالي اسلامان الجول التاني للنادي الاهلي. وروح لللي بعدها. بص وقف هنا. ارجع معيش تاني. ارجع تاني على اخر فريم ده. ارجع تاني على اخر فريم. بصها كريم. بس وقف هنا. وقف هنا. بص. مين هنا? مين اخر العيد في الكادرة كريم? ديانج. ديانج. اه. خلينا اقول لك ارقام ديانج قبل ما نروح لباقي الحالات او الشغل اللي اتعامل النهاردة من النادي الاهلي. خلينا اقول لك انه قليو ديانج عدد التمريرات الصحيحة 56 تمريرات في المباراة هو الأفضل قطع 8 تمريرات وهو الأفضل استعاد الكرة الثانية النهاردة 7 مرات وهو الأفضل مراوغاته الصحيحة 5 وهو الأفضل استخلص الكرة 17 مرة في 90 دقيقة بارح كنا بنتكلم على رقم خرافي لبلاتي توري في المباراة الأفضل لبلاتي توري في الموسم 27 استخلاص في 120 دقيقة النهاردة في مباراة تيادية جدا لأليو ديانج حامي حما كل الشغل اللي بيعمله معايز زفة عليك خبر مهم جدا انا معاي من ثلاثة لاربعة داعية ايه ده ايه الخبر ده كل ما تبقى بقى بسرعة تعالى نلحق طب بقية الحالات فالموجات اللي بيعملها كولر بص وقف هنا تاني وقف تاني وقف تاني مش مهم معنا ثلاثة لاربعة داعية مش مشكلة هنا كامل عيب خمس لاعبين على الآل ولما الهجمة تكمل هيبقى شت كمل 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 لانا هكلمك على المجموعة السلسية اللي بيعملها ناحية اليمين والكروس والزياد بص هنا تاني وقف وقف كامل عيب خمس لاعبين جوال تمنتاشر ده في ايه فهجمة مرتدة الاهلي لاتسا ما جمعش وعمدش سيت بلاي بيلعب هجمة مرتدة الحالة اللي بعديه يلا الحالة اللي بعديه على طول بص يلا بص هناك وقف 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 تاني وقف تاني نبط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ست لعبين اي فريم في هجمة منظمة للنادي الاهلي هتلاقي فيه ست لعبين عارفناها دي بقى عطول يلا اللي بعديه ببقى نفسي اكون منك كل حاجة قبل ما سمش بص هنا كمل بسرعة هنا ده الجول التالب بتاع كهربا عشان اشرح لك الجول بص بقى وقف هنا وقف لا ارجع ما عليش عند حسين تاني ارجع عند حسين عشان حسين لازم اتنى عليه حتى لو في عشر سوائن حسين الشاحات بيقدم مردود ممتاز للمباراة الستة او السبعة التوالي من وقت مشاركته وده اللي بخلي كولر واصق فيه تماما واصق في الجبهة اليمين الرئة الجديدة اللي عملها كولر وخليني اقولك ارجع تاني كده لكل المدربين اللي فاتوا ايه الجديد اللي اضافه كولر دايما افضل جبهة عند النادي الاهلي جبهة تعلم علوله اي جناح قدامه هي دي الجبهة الافضل فتحت جبهة جديدة في المباراة الخمسة اللي فاتت بمحمد هاني اللي بيقدم خمس ست مباراة ولا اروع رجع تاني للحلقة المنديلية عشان قربنا من كاس العالم وقدامه حسين الشحاد وقدامه حسين الشحاد كمل بقى حسين والتصرف في الكور القرار داي امريكا مع القرار تمويه القاس والفينيش والفينيش لازم اتكلم على الفينيش كتير جدا يا كريم انت عارف النادي الاهلي جاله تسع كورات شبه دي تم تسجيل كم كورة منهم واحدة لا واحدة من تسعة واحد من تسعة النهار دا الرجل المفتقد حساسية المباراة وانا تبرزك اهمية الكواليتي اهمية الكواليتي عند اللاعبين لما اجا اتكلم هيا الرجل جاله واحدة ما فكرش داخل قافل عليه اثنين حط الكورة الفينيش بمنتهى البساطة لانه مجاهزة يعمل ايه بسينا بقى شهل يعني خلاص القصة بسيطة جدا اخر حاجة كريم انا عارف نوقتك بيتجري لا لا براحة طيب اه معناك بتاعديا ونص او براحة بس كريم مهم جدا نتكلم النهاردة على صفقة النادي الاهلي الجديدة كريستو لأخي نتكلم على دي على كهربا وانه كهربا يا كهرب يعني اسنين عليك فكورة الجول لكن مهم جدا انك تبقى مجهز القرار قبل ما تروح للقرار السهل بالتمويه طبعا باص ممتاز من احمد عبدالقادر اساست بجول كان ممكن عندك حلول كتير يا كهربا افضل من التمويه والشو فيعني نصيحة الكهربا ارجع تاني للشكل بتاع الانهاء العظيم اللي انت عملت به الجنة الاول والفينيش العظيم نروح ليه اللقطتين بتاع صفقة النادي الاهلي الجديدة اللي تاني هقول جملة قبل ما بتلكلم عليه ده لا حكم ولا شرح عن الراجل ولا بنحكم عليه ولا مش حكمش على العيب قبل ما يلعب سبعة تمام ولا تقييم شامل ولا تقييم ده ده انتباع انتباع مباقي عن اللاعب وماذا يمكن ان يضيف كريستو لنادي الاهلي محمد لضاوي كريستو صفقة النادي الاهلي الجديدة اللاعب النهاردة عشرين دقيقة بص يا كريم هو ده اللاعب بيستلم ودائما الاهلي كان عنده مشكلة في الترانزيشن ما عندهش لعيب يحط كرة تحت رجل بص الراجل طالع بالكرة تلاتين خمسة وتلاتين أربعين متر ما عندهش اي مشكلة ابدا ابدا انه يخش ويحط الكرة تحت رجل ويعمل التريبلينج ويعمل البروجريشن بشكل جيد الكرة التانية واللقطة التانية عشان اقول لك اهم صفاتين موجودين في كريستو كمت الراجل هنا راح خلص من اللاعب بمنتهى البساطة على الخط بمنتهى البساطة لعيب جريء جدا يا كريم لعيب جريء جدا ما عندهش اي مشكلة وينا طبعا كان فيها فاول لا بيحتسب لكن الراجل مستين مهمين جدا في كريستو بعد ما شوفنا الكورتين دول يا كريم انا جبت الدول كميسال للعشرين ديها اللي لعيبها كريستو رقم واحد لعيب سريع جدا فيه تلك تلاف متفرج موجودين اه عدد مش كبير لكن تحت ضغط جمهور الاهلي بالسوشيال ميديا الراجل ما عندهش اي مشكلة خالص انه يحطه كره تحت رجله ويعدي من واحد والتاني ويكمل دي شخصية مش تاني ده مش حكم على اللعيب ولا بنقوله انه هو هيدقي لكن ده بيقولك انه اللعيب عنده الشخصية لعيب عنده السرعة يقدر يسحب النادي الاهلي ويعمل له الترانزيشن في شكل احيانا هلجأ له النادي الاهلي فهو اي كتير مبارياته هذا الموسم قولي ان انت كده خلصت كل حاجة تقريبا ما كانتش في حاجة تانية تقريبا انا بشكرك يا جيمي شكرا جزيلا دايما بتشرف ودايما بتنور ودايما بستمتع جدا شكرا جزيلا لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الكابتن الكبير كابتن امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي على الاصبك هيكون معايا يا خليكم معايا يا علم بحضراتكم مرة اخرى شرفت ومنورني في هذه الفقرة الكابتن الكبير كابتن امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي الاصبع كابتن امير مشرف ومنورك العادة حبيبك ايه موحشني جدا وانت وحشني جدا جدا اخبرك ايه حبيب الحمد لله كله حل كله كله ده في شوية حاجات ليه علاقة بحراسة المرمى كتير كده وفيها لغبطة بس قبل ما روح لها عايز سألك الاول على كهربا النهاردة فكيت انه لما انتو شفتوا في التشكيلة الاساسية بعد غياب يعني حواليه اكتر من كتير يعني بتكلم فيه سبع شهور واكتر يعني كانت مخاطرة كبيرة اتفاجئت قلت انه ده هيخصفر الاهلي ده هيعمل مشكلة الاهلي ولا قلت انه ده كان قرار جيد من كولر بصراح بص هو طبعا يعني موقف في الاول وفي الاخر موقف من البداية خالص كويس من النادي الاهلي صراحة مسؤولي النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي كابتر خطيب ومجلس الادارة جمهور النادي الاهلي طبعا ورا كل شيء انا شايف النادي الاهلي في الازمات لللاعب الكرة بيقف جنب اللعين سواء من اصابات من وقف يعني شفنا قبل كده كريم ندفد شفنا رامي ربيعة شفنا ناس كتيرة كانت مصابة احمد فتحي قاعد فترة كبيرة جدا انا نفسي في 2004-2005 اتعوارت قاعدت حوالي ثمان شهور النادي الاهلي في الازمات يا كريم بيقاب جنب اللعب وبيزبر عليه حجازي قبل كده اصابة يعني بيزبر عليه النهاردة اكرم توفيه ومحمد محمود كل الناس انت لو لاحظت تلاقي النادي الاهلي موقفه كويس جدا صح جنب اللعب النادي الاهلي واقف زي كهربا الناس كلها بتتكلم عن كهربا مش هيلعب كهربا بطل عمل لكن في حاجة تحصل لكهربا الصراحة كهربا من اللعيبة الموهوبة من اللعيبة اللي عندها بلغة الكرة كده كريم غل فهو الولد عنده ثقف ربنا وفي امكانياته وفي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي طبعا اكيد فيه كلام وفيه نقاش بينه بين المسؤولين في النادي الاهلي ان انت موجود وانا وقف جنبك وصبره بتاعه هو ده اداله صبر شوية وهو عنده جلد كهربا طبيعي ان انا النهاردة واحد زي فكر كولر او المسؤولين في النادي الاهلي لو شافيني ان كهربا مع الوقت ده كله مش هيقدر يديني اكيد ممكن يبدأ شوت تاني ياخد لاخر ربع ساعة بس اسمه ان انا بحط كهربا بقول الناس ان هو كهربا موجود ان انا كسبت الرهان لأ النهاردة هم شايفين كهربا ومن جوه المطبخ ان كهربا ماشي كويس جدا بيتمرد محافظ على وزنه بمبتسم دايما في التمرين ما بيعملش مشاكل في التأسيمات واكيد في المشاطة الوديية بيدولوا فطبيعي النهاردة كاس مصر يدولوا حلوة تقديمة دي كلها وده كلام سليم اللي انت قلته دا كله فجأت النهاردة نومة وجود في التشكيل السياح لا ما اتفاجأتش طبا لا لا ما اتفاجأتش لان كهربا لعيب كبير لعيب دولي ولعيب عنده خبرات واحترف برة فمع فوقانه مع ان هو عاوز زيلا واكيد نادي الاهلي والمسؤولين تكلمه معاه انت اقدر تدي اه اه اقدر ادي وبدأ والنهاردة كان يعني مفتاح الفوز لنادي الاهلي احسن لك سؤال قبل ما اروح للهاني سليمان عشان عايز اتكلم معاك تيدي عن الهاني سليمان النهاردة كهربا بعد المستوى دا يبدأ اساسي قدام للزمالك يوم السبت اه مش شرط يبدأ اساسي يا كريم مش شرط انت النهار بتلعب كاس اه طبعا الكاس مش بطولة قليلة ولكن انت عندك ماتش جاي ماتش مهم الثلاث نقاط مهمين فريق اقوى طبعا نادي الزمالك نالي كبير عنده ظروف صعبة نالي الزمالك برضو لا يستهم به طبعا نالي كبير عايز يكسب مش شرط النهاردة ان انا ابدأ بكهربا بالعكس النهاردة انا كهربا هاخد منه الحاجات الايجابية النهاردة خد ثقة عمل اتنين اسست جاب جول تحرك كويس جدا لكن واضح ان الكهربا اللي يقل بدلها ما يقدرش يكمل لسه طبعا اه طبعا فمش شرط ان هو يلعب لكن اكيد هيبقى ليه دور في مطش الزمالك اللي جاي اكيد اكيد مايله بقى الهاني سليمان النهاردة مافهمتش بص لقطت في منتهى الغرابة للهاني سليمان حريس كبير والله وخبرات كبيرة جدا اخطاء ما يغلطهاش الهاني سليمان هتقولنا يا جباعة الحالتين بتاع الهاني سليمان الهدف الاول والهدف التاني للأهل عشان عايز الكابتن امير يقول لي هو كان ايه في اللحظة دي كان ايه انا عايز اقولك على حاجة يا كريم انت قلت حاجة مهمة جدا ان الكلام ده مايقللش من هاني سليمان هاني سليمان جول كبير ودولي طبعا لكن الناس دايما بتبص ودي مشكلتنا لأسر الناس بتبص دايما في الوقت الحالي الهاني سليمان مش في الوقت الحالي خالص الهاني سليمان بقاله فترة من بعد الكابتن احمد ناجي ما راح حصل لماك يا كروباترا الهاني سليمان وهو فيه حاجة مش مزبوطة فيه عدم تركيز فيه اللياقة بتاعته مش ده الهاني سليمان وخصوصا أنه هو سنه يعني كبير فمفروضا اللياقة بتاعته طبيعي السن كل ما يبجبر اللياقة بتقل لكن كان في وجود كابتن ناجي كان الهاني سليمان من أكتر الناس اللي كانت فايقة اللي جوان اللي كانت موجودة في مصر كان فايق ثاني حاجة كان طبعا معروف عن هاني سليمان كان بيضيع وقته وقعه لآخره كابتال ناجي شال منه كل السلبيات دي وخلاها كان بيقدم مستويات كويسة بعد كابتال ناجي لما راحصت للماتك الكيلوباترا الهاني يعني بلغة كرة ضرب غطس شوي مش من النهار ده بس خلي بالك احنا لو هنتكلم عن هاني سليمان هاني سليمان جول كبير جول مستويات هايل وجول موهوب وبيقدم مستويات كويسة جدا ولكن زي ما قلت لك الفترة اللي انا كلمت عليها دي مش ده المستوي الهاني سليمان وخلي بقى لك يمكن هاني كمان في ماتشات كتيرة جدا كان ليه دور كبير جدا مع اسموحة انه هو يحافظ على النتيجة ويمكن انا كنت معاك اخر مرة هنا كان جنيه دور في التعادل السلبي في الدوري ضد النادي الاهلي فماتش النهار ده الهاني انا شايف نوجة نظر انه هاني مكانش مركز الهاني يعني سمعت فيه ناس كان بتكلم انه هو على الفيز باكو اول اخره الكلام ده انا سمعت لكن انا مش هتكلم على الناس سمعته انا النهار ده حتى كان فيه نقاش بيني وبين زميل قبل مدخل الهو هو بيكلمني وقال لي ده ايه قلت له ده عدم تركيز فراح ايلي الجملتين اللي ايه الان بقى الان سوشال ميديا الان سوشال ميديا الان سوشال ميديا فطبيعي للعيب الكرة كريم لازم يبقى عن السوشال ميديا اي لعيب عايز يبقى مستوى كويس وخصوصا في مصر انت النهار ده في مصر فيه ناس للأسف بتكتب نقد وخلاص الناس بتروح معاها فيه ناس ما بتبقاش فهمة كويس قوي لأ وانت لما تخش تهزر مع الجماهير انت كده سلمت نفسك للهجوم والانتقادات ده انت طوعية يعني انت الوقت بتقول مثلا انا مثلا ممكن اعود هنا اقول ايه الهاني سليمان حارس غير جيد تمام بمزاجي اقولت كده فده استفزك وضايقك وخلاك تطلع برا تركيزك لكن انت طوعية رحت للناس اقولوا بخشوا هجموني وانتقضوني وطلعوني برا تركيز طب طوعية طب ايا دي دلوقتي انت الوقت المفروض ان انا وانا نازل يعني حتى كنت بورده مع الزميل قبل مطلع الهوة كنت بتكلم بقوله ان الواحد الحمد لله هو كمان بتكلم عن علاقتي كامير عبد الحميد بجمهور النادي لزدمالك والاهلي والمصري والاتحاد والاسماعيلي كويسه انا كنت مباجي على العب الواحد الحمد لله طالما بتحترم الجمهور أيا كان جمهور مين بتحترموا طبيعيا أن هم يحترموك فأنا النهاردة الهاني سلمان الوقت الحالي لأ أنا لازم أبعد عن السوشيال ميديا خالص لازم أركز أنا أقول كبير ليه اسمي بقاله فترة كبيرة جدا بقدم مستوات كويسة بقاله كام سنة بيلعب أساسي مع الاتحاد السكنداري ومع اسموحة فكان لازم الهاني يبعد كل البعد تاني حاجة أنا بيلعب النهاردة مطش مهم كاس ضد النادي الأهلي فلازم يبقى تركيزي عالي أول مرة تحصل الهاني سلمان أعتقد أنه هو في خلال 12 ديئة 13 ديئة يتم تغييره بس الظلط كده بس أنا شايف من وجهة نظري أن كان لازم المسؤولين يعودوا مع الهاني بعد المطش الطبيعي أن الهاني حارس كبير وأكيد حيشيل الدوري النادي سموحة في الدوري الفترة اللي جاية وهيبقى ليه دور فلازم الناس تتكلم معاه بشكل بعد المطش كابتن طرق العشري أو المدرب الحراس أو الناس على الإدارة لازم تتكلم مع الهاني لأن الهاني ليه دور كبير جدا حتى لو ما لعبش وما شاركش لازم في الأوضة بره الأوضة خبرات كبيرة وهو كابتن التيم وعايز أقول حاجة كمان يا كريم سريعا يعني أنا برضو من ضمن الناس اللي كنت من فترة كبيرة جدا في بعض البرامج قلت الهاني سليمان ما ينفعش النادي يعتمد على حارس فقط أنا عندي عمر صلاح حارس من ناشيين نادي الزمالك لعب نادي الزمالك لعب نهائي كونفدرالية منتخب أولمبي منتخب أولمبي فهو حارس عنده برضو خبرات ولعب وشوفناه في الدوري في ماتش الزمالك عمل ماتش كويس جدا بغضر نظر عن الأهداف اللي دخلت أنا كنت ليا وجهة نظر تانية إن الهاني بعض الماتشات حتى في الدوري لازم يريح دي السببين السبب الأولاني أحافظ على هاني أدي فرصة لعمر صلاح السبب الثالث إنه النهاردة يبقى عندي حارسين يشيلوا نادي نسموها صح فأنا شايف إنه كان الهاني السبب كان لازم يرتاح يان شايف أن الهاني السبب محتاج يرتاح الفترة اللي جاي آه لازم شوية يبقى تحطع كمان على البوطات دي لسه مكملين مع الكابتن أمير بعد الفاصل هسأله على المستوى الرائع اللي عمله أحمد الشنون مع البرامنز أمس أمام نادي الزمالك وخلى أفضل لاعب في هذه المواجهة يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى منذ لحظات أعلن نادي الزمالك رسميا تعيين الكابتن حسين ياسر المحمدي مساعدا في الجهاز الفني الجزبالد فريرة الفريق الأول بنادي الزمالك الخبر اللي انفرضنا بإمبارك هنا في رقم 10 في وجود الكابتن حسين ياسر المحمدي ضيف عزيز علينا الزمالك أعلم بشكل رسمي منذ لحظات وغدا صباحا يكون موجود في نادي الزمالك في مران الفريق استعدادا لمواجهة النادي الآلي في الدوري يوم السبت القدم كابتن أمير أحمد الشناوي حكاية الوحدة أحمد الشناوي كتير الناس بتتكلم على الناس المتخصصين في حلاصة المرمى إنه واحد من أفضل المواهب في حلاصة المرمى من الناس الكريم طبعا طبعا من أفضل المواهب في حلاصة المرمى في مصر بسيطة تأثيره اللي بحق نفسه تضيئه الوقت كتير قوي خليها يتأخر شوية ولكن يبقى مواهبة رائعة جدا عمل مباراة كبيرة أحمد الزمالك اتفق طبعا ما اتفق معك وزي ما قلت برضو على الكلام على هلالي الزمال من فترة أنا من زمان بقولي على أحمد الشناوي إنه من أفضل الحراس اللي موجودة في تاريخ مصر يعني أنا هل تتكلم على السيفي وتاريخ هو واحصيات طبعا الحضري اتتكلم على موهبة 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 من أفضل المواهب في حلاصة المرمى في تاريخ مصر بالضبط يعني مش بتكلم عن الماطش ده بس احنا شوفنا الماطش الاهلي ما كانش موفق وده طبيعي النهارده بلي 아�بدالنزمالك شهل كورة شهل كورة سبك من penalti شهل كورة هدلنا جماعة الكرة اللي بتكلم عنها كابتال امير دي في نهاية الوقت الإضافي بالضبط دي كرة رد في الهير طبيعي ولو عندك الكرة دي صعبة جدا بالتحرك الأولاني بص دي ما اعملاش غير واحد موهوب لا أعيدوها بقى بالرق عشان كابتال امير دي اشرحها عشان هتمزج لان خلي بالك الشنوي من الحراس اللي أنا بحب عناية تشوفه فبص يعني كرة صعبة عاكس الاتجاه دي ما اعملاش غير حارس كبير لو انت عندك يا كريم الصد اللي صدها في كاسة الأمة الأفرخية اللي هو لما تعور هتلاقي نفس هي أكيد حتى لو عندي هتبقى صابع عشان الرايت بس يعني بس اللا دي ما اطلعاش كرة دي غير واحد زي احمد الشنوي حارس مر ممتاز حارس مر موهوب أنا اتمرنت معاه في نادي المصري ولعبت معاه لدرجة يا كريم إن أنا كان فيه ماتشاط كنت بقول للنادي خلي يلعب عشان هو ده مستقبل المصر مش النادي المصري يعني وانا موجود في النادي المصري كان فيه ماتشاط معينة كده كنت أنا بتكلم مع الإدارة سواء كابتن طلعت يوسف أو كابتن حسام حسن أو كابتن مختار لما كانوا مسكنة طوله من الولد ده هو مستقبل مصري مش مستقبل نادي المصري بس لازم ياخد ماتشاط واوة لاخده اللي كان في المنتخب علامبي والناشئين وكده فهو طبعا كان له دور كبير جدا مبارح إنه هو نادي برامجز يوصل للفاينل وطبعا ضربات الجزاء دي برضو ما اعملاش ودي تدل يا كريم دي والكرة اللي طلحها إنه هو فت صح يعني ده واحد فت واحد منام معاه منافس كويس قوي شريف كرامي طبعا وأعز أقول لك على حاجة إن العلاقة بينهم كمان أنا عارفها من أيام المنتخب علاقة ممتازة يعني أي حد بيلعب التاني سابورت ليه جدا فأنا شايف إن أحمد الشهن ناوي من الحراسة الموهوبة وكان ليه دور كبير جدا وأعتقد إنه يبقى ليه دور كبير جدا الفترة الجاية مع بيراميز وهيبقى فيه تنافس قوي مع محمد الشهن ناوي وعواد أعتقد إنه الفترة الجاية مع المنتخب مباراة الأهلي والزمالك اللي جاية مباراة بين محمد الشهن ناوي ومحمد عواد مين حالته أفضل دلوقتي من وجهة مصر اللي اتنين اللي اتنين اللي اتنين بنفس الدرجة ممكن الشهن ناوي أكتر مع الفوز مع الثقة مع الخبرة ممكن دكون الشهن ناوي اللي يدور لكن عواد بيقدم مستوات كويسة جدا الشهن ناوي بيقدم مستوات كويسة جدا وعايز أقول للناس إن بعض المطشوات الكريمة عادي إنه ممكن الشهن ناوي يدخل فيه جول أيام المطش واحد ده طبيعي الرجل بيلعب له 4-5 سنين أساسي مع المتخب مصر ومع النادي الأهلي في أفروكيا وكاس العام الأندية وكاس مصر وكل الحاجة طبيعي إن أنا النهاردة المكان يتعطل سنة يوم أجازة ده طبيعي فهو الشهن ناوي من الحراس الممتازة وعنده خبرة كبيرة جدا عواد بيقدم مستوات كويسة ومش من دلوقتي برضو لإن أنا كنت بتكلم برضو جيت معاك قبل كده وتكلمت قلت إن عواد في يوم الأيام وتسألت قبل كده في أحد البرامج يعني مزيع معروف تكلم معي وقال لي إن عواد خلاص ماشي من هذا الزمالك وأول آخره قلت له لأ ما أنا ستاب يعني دي أنا أفهم فيها أكتر منك معلش عواد مع المتغيرات الكورة ومع التزبز في المستوى للحراس أنت ممكن تلاقي عواد رقم واحد قال لي إزاي ده فيه جنش وفيه صبحي وفيه أبو جبل وفيه مش عارف مين قلت له في الأول وفي الآخر مع المتغيرات ممكن تلاقي عواد رقم واحد ليه جنش يتعور وبعد كده حصلت مشكلة مشي بعد كده أبو جبل راح المنتخب حصلت مشكلة عواد وصبحي كان مشي وكان صبحي مشي عواد كان ليه دور كبير جدا أنه هو يوصل نادي الزمالك أنه ياخد كاس مصر أعتقد من سنتين كان ليه دور كبير جدا عواد كان ليه فضل بعد ربنا في أن نادي الزمالك يوصل للنهاء الشهير بتاع أفشا وهو لآخر عواد لعي في بعض المتشاط كان هاي لكن النتائج في نادي الزمالك في بداياته ما كانتش صالح العواد النتائج كان كانت زيره لكن كان بيقدم مستوىات كويسة لكن أنت لما تقدم مستوىات كويس معفلتك بتكسب أكيد الأولوية ليك جاء عواد رجع تاني بعد أبو جبل ومشاكل اللي حصلت قدم مستوىات كويسة بتاع جمهورنا الزمالك والمسؤولين يدوا ثقة العواد بدايته كان في مطشين مصري أعتقد أو حاجة صد ضربتين جزاء خد ثقة شوية كاس مصر في أسوان كان ليه دور كبير جدا وصد ضربتين جزاء ابتدى يلعب ويركب بلغة الكورة قد مستوىات كويسة بعد كده لما جيه صبحي في البداية السنة دي ما كانش عواد أحسن حاجة صحيح كان متانشن شوية كان فيه صبحي بالدبدب صبحي حارس منتخب مصر لهاي بكاسة أمة أفريقية ومنتخب أولمبي أحسن حارس في كاسة الأمة أفريقية 23 سنة وحارس دي مستقبل وكان فيه كلام على النادي الأهلي هيسافر هيجي وفارقه هيجد جي نادي الزمالك فكان بيدبدب وراف في الأول كان فيه ألأ لما عدى الألأ ده والتنافس خلاص هو بلعب هو إيه حالته كويسة وبيلعب باستمتاع فأنا شايف أن الحارسين دول عواد والشنوي هيبقى لهم دور كبير جدا المطش الجاد إن شاء الله كابتن أمير دايما مشرف ودايما منور ودايما خطوتك عزيزة جدا حبيبي يا كريم وأنا سعيد جدا أنا معاك وأنا تحت أمرك وأنا أبقى بقى مصوط جدا وأنا معاك وأنا كمان جدا والناس كلها محترمة وأنت موسيع شاطر وأحبك يا ربي خلاقك فأتمنى لك التوفيين إن شاء الله ونتقبل تاني على التاني أنا بشكرك شكرا جزيلا ده كان ختام حالقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على قلبكم اشتركوا في القناة